أهلا بحضراتكم مساء الخير والسعادة والنهاردة يوم 31 مايو كلنا بنحتفل بعيد الإعلاميين والإذاعة المصرية اللي رحلتها الحقيقة رحلة كلها فخر رحلة كلها وطنية يعني دور كبير جدا بتلعبوا الإذاعة من 90 سنة بدور توعي دور ترفيهي دور وطني كبير جدا عاشته الإذاعة المصرية ولسه بتعيشه الإذاعة الأشهر والأقدم في المنطقة ويمكن الإذاعة المصرية بتاريخها الطويل والعريق بدأ بجملة هنا القاهرة اللي كل ما بنسمعها وكل ما بتتقال بعد ما قالها الإعلامي الكبير الراحل لأحمد سالم بنحس بنفس الشعور وبيجلنا نفس الإحساس العظيم ببلدنا الغالية جدا وبكل ما فيها من فنون وثقافات نفضل نفخر بيها على مرة تاريخ أسامي كبيرة وأصوات رنانة يعني سجلت بصمتها في تاريخ الإذاعة المصرية كل المصريين يحبوهم وكل المصريين يعتزوا جدا بيهم إذاعات يومك ما يبقاش هو من غيره من غيرها زي إذاعة القرآن الكريم اللي الناس كلها بتبتدي يومها بيها بيسمعها أكتر من تقريبا 50 مليون مستمع في مصر والعالم يعني إذاعات كتير صوت العرب طبعا شرق الأوسط إذاعة الأغاني كل واحد فينا جواز كريات كتيرة جدا بتربطه بالإذاعة وبتربطه بالكوادر المصرية اللي صنعت الإذاعة المصرية اللي أصواتهم بتفضل ترن فودانا حتى بعد ما يبطلوا الشغل ده والحقيقة من النهاردة في عيد الإذاعة والإعلاميين بنقول لكل إذاعيين مصر كل سنة وإنتوا طيبين كل سنة وإنتوا منورين الدنيا ومنورين العالم بأصواتكم كل سنة والإذاعة المصرية دايما بتقربنا في كل مكان لأن الإذاعة بيسمعها الناس في كل الأماكن في نفس الوقت ويمكن دي من أهم الحاجات الإذاعة بتعملها إنها بتوصل للناس كلها في نفس التوقيت وبتقرب الدنيا كلها